المغرب مع الهند بلاد العجائب ويثمنها كشريك استراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي بعدها اتجه إلى عمقه الإفريقي في جوالات رسمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شملت عددا من البلدان امتدت من الغرب إلى الشرق ومن الوسط إلى أقصى شرق القارة هذا التوجه الدبلوماسي للمغرب نحو إفريقيا يترجم الاهتمام الكبير للمملكة بقضايا ومشاكل القارة الصمرة على كل المستويات كان أبرزها التوقيع على مشروع مد أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب وبلدان إفريقية أخرى مع إمكانية مده إلى أوروبا هذا المشروع الذي انخرط فيه المغرب مع نيجيريا الرقم الصعب إفريقيا يعكس حجم النجاح الذي حققته السياسة الخارجية للمغرب تجاه إفريقيا التي تعرف نموا اقتصاديا قويا جعلها في قلب المعترك الاقتصادي الدولي وأرضية للتصابق بين الدول الأوروبية وأمريكا والصين وبإرادة المشتركة مع القيادات الخوية لهذه الدول قررنا أن نضفي دينامية جديدة على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين برداننا لما تمثله هذه البنطقة من وزن سياسي وما تتوفر عليه من طاقات اقتصادية ومؤهلات استراتيجية المغرب بحكم موقعه الاستراتيجي انطلق من منظور استراتيجي متكامل مبني من جهة على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية جنوب جنوب القائمة على منطق رابح رابح عبر اعتماد إفريقيا على مقوماتها وقدراتها الذاتية والسعي من جهة أخرى إلى ترسيخ علاقاته التاريخية مع بلدان القارة عبر مبادرات شملت الحقل الديني الأمر هنا يترجم الروح الجديدة التي زرعها الملك محمد السادس في العلاقات الدولية الإفريقية هذه الروح التي ستنتعش أكثر مع طلب المغرب بعد 32 سنة من الغياب العودة إلى شغل مقعده بمنظمة الاتحاد الإفريقي في رسالة سامية وجهها الملك محمد السادس إلى القمة السابعة والعشرين للاتحاد الإفريقي التي انعقدت شهر يوليوز الماضي بالعاصمة الرواندية إن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ليست قرارا تكتكي ولم تكن لحسابة ضرفية وإنما هو قرار منطقي جاء بعد تفكير عميق وعندما نخبر بعودتنا فنحن لا نطلب الإذن من أحد لنحقنا المشروع فالمغرب راجع إلى مكانه الطبيعي كيفما كان الحال ويتوفر على الأغلبية الصاحقة لشغل مقعده داخل الأصى المؤسسية الإفريقية الرد الإفريقي جاء سريعا وفي حينه 28 دولة من أصل 54 في المنظمات الإفريقية دعت إلى سحب الاعتراف بما يسمى بجبهة القوليساريو هذه الجبهة الانفصالية المدعومة من الجزائر التي هي الأخرى لم تترك أي توسيلة إلا واستعملتها للنيل من وحدتنا الترابية كان أبرزها توريط الأمين العام للأمم المتحدة الكوري بان كيمون الذي جانب الصواب وتنسى الحياذ المفترض فيه بإشارات غير مسؤولة وكلمات غير محسوبة بعد زيارته لمخيمة العارب تندوف خطوة بان كيمون تجاه ملف الصحراء المغربية جرت عليه موجة غضب واسعة في مسيرات احتجاجية بجل ربوع المملكة أكدت على وحدة المغرب من طانجا إلى القويرة الأمين العام للأمم المتحدة سيزور المغرب بعد شهور عندما حل مشاركا في مؤتمر المناخ العالمي كوب 22 الذي حول مدينة النخيل إلى قبلة للعالم وجعل من المغربي مدافعا عن إفريقيا وعن حقها في تنمية مستدامة قائمة على مبدأ تعاون جنوب جنوب أما على مستوى القضايا والإشكالات الكبرى فإن أودت المغرب إلى أسرته المؤسسية ستبكنه من إسماء صوت القرى في المحافل الدولية وستتيح له مواصلة وتأزيز بخراطه من أجل إيجاد حلول موضوعية لها ترائي مصالح الشعوب الإفريقية وخصوصيتها الالتفاف الإفريقي حول المغرب وحول مشروعه القاري تأكد بحضور ما يزيد عن 40 رئيس دولة إفريقية وانخراط دول كانت تعتبر إلى وقت قريب معادية للوحدة الترابية كنيجيريا وأغاندا والزامبيا وغيرها 2016 شكلت على المستوى الداخلي أيضا مرحلة حاسمة في الحياة السياسية المغربية انتخابات 7 أكتوبر ثاني انتخابات برلمانية في ذل الدستور الجديد حصد فيها حزب العدالة والتنمية أكبر عدد من المقاعد في تاريخ المؤسسة البرلمانية 125 مقعدا رقم له أكثر من دلالة خاصة بعد خمس سنوات من تدبير الشأن العام في سياق إقليمي عصف بتجارب مشابهة حزب العدالة والتنمية يتبت بأن الجدية والصدق والصراحة مع المواطن والحرص على استقرار الوطن وجعل مصالح البلد فوق أي مصلحة أخرى والوفاء للمؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الملكية كل هذا عملة تعطي نتائج إيجابية ولله الحمد تبينها هذه النتائج البرلمانية استحقاقة 7 أكتوبر لم تكن مجرد انتخابات برلمانية بقدر ما كانت استفتاء شعبيا حول حصيلة الحكومية طيلة خمس سنوات بقيادة حزب العدالة والتنمية أو بالأحرى معركة حقيقية بين تيار الإصلاح في ظل الاستقرار وبين تيار التحكم ونزعات الردة والنقوس حينها وطيلة الأيام والشهور التي سبقت هذه المحطة تعرف المغاربة على من كان مع الإصلاح ومن كان ضده بالأسماء والصفات والعناوين وتمكن من تشكيل صورة واضحة حول المشهد السياسي الوطني طبعا هذه الانتخابات 7 أكتوبر كانت انتخابات بطعم خاص أبانت عن نج كبير وذكاء للمواطنين المغاربة وأبانت أن كل أساليب البدائية في تعاطي مع هذه الانتخابات مفلسة ولو يمكن أن تحقيقها شيئا هذه الحقيقة فرصة حتى نتقدم بشكل جزيل لكافة الشعب المغربي الذي وضع ثقته بحزب العدالة والتنمية عموما وساكنة إقليم والذهب التي بوأت الحزب مقعدا برلمانيا خالصا عن استحقاق لحظة 7 أكتوبر جاءت لتعبر عن إرادة المواطنين الذين اختاروا الاستفافة مع تيار الإصلاح والتصويت لحزب المصباح بالرغم من الضغوطات والمخططات البئيسة التي وضعها تيار التحكم قبل أشهر للتأثير على مخرجات هذه الانتخابات فكانت تضييق على التسجيل في اللوائح الانتخابية والتشطيب على الناخبين وتشتيتهم واستقطاب أعيان الأحزاب الأخرى والضغط على رجال الأعمال وصولا إلى توظيف عدد من رجال السلطة وأعوانهم وغيرها من الأساليب المكشوفة والمفضوحة التي لم تستطع الآلة الإعلامية الرهيبة التي صرفت عليها ملايين الدراهم مدارتها ولم تنجح في تضليل عموم المواطنين ولنا في مسيرة الدار البيضاء خير مثال أن هذه الانتخابات تؤكد أن المناورات والمكر والخداء والادعاء والخزعبيلات والكذب حبلهم جميعا قصير 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 اليوم السابع من أكتوبر أصبح في عداد الماضي حقق فيه المغاربة انتصار إضافيا في معركة الديمقراطية الممتدة تلاه انتصار آخر بتعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة كأول رئيس حكومة مغربية يعين من طرف جلالة الملك لولايتين متتليتين لتلتحم الإرادة الملكية بالإرادة الشعبية من أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية والتطبيع النهائي مع الديمقراطية كآلية لتدبير الشأن العام وربط القرار العمومي بنتائج الانتخابات